الحديث كتير عنه أو الحياة دي عموماً اللي هي حياة في وسط مميوات دايماً بتبحث عن مقابر سجلت السنة اللي فايتت مع غفير طيب كده من هاليلة طيبين فيين في الوطر؟ في معبض فيلا وقاعد يقول لي كلام حتى إحنا زعنا داي يمكن قاعد يقول إن هو مش عاد في سعاد بيسمح حاجات معرفش إيه الدنيا كده ساعات بيخاف بيخاف وينكشوا بعض المقابر وقالي إن هو دا حاجة هم متفقين عليها يعني فكرة إنه الناس الحراسة المعابد دولة يعني في بعض الأحيان بيبقوا خايفين أو بيسمعوا أشياء هل بالفعل فيه أي حاجة كده من اقتراب من هذا العالم ولا لا؟ إطلاق أولا سبعاً سوف عالم الفراعنة دا بيسمح لهم مش متعلمين إن هم يقلفوا قصة وحكيات ليس لها سلم الصح الراجل بتاع المعبد دا تلاقيه سمع صوت فار مثلاً يقول لك الفراعنة بيكلموني أنا فاكر زمان قلت كتاب في أمريكا إن واحد دخل قال لي كان دخلت هرم خوفه وسمعت أصوات والأصوات دي كانت المالي خوفه بتكلم وعمل رواية لاتن خالية كاملة أنا فأنا فكرت أنا من نوع اللي ما أسبح حاجة أحب أشوفها صح ولا قمت داخل الهرم بالليل لوحدي كنت أنا ساكر في منطقة الهرم قدام خوفه فاخدت المفتاح وفتحت الهرم ودخلت قعدت شوية جوه الهرم طبعاً أنا الدنيا كانت ضلمة أنا خفت أسح النور الكهرب فدخلت في الضلمة أجمل تجربة في حياتي وأنا كتبتها دخلت جوه الهرم في الضلمة دخلت جوه الهرم في الضلمة جاي جاي فتح النور خفت بالكهربة فما فتحتش فمشيت دخلت في الضلمة في الضلمة مش شايف حاجة في الضلمة وبعليين أنا قعدت في حجرة الدفن فوق لوحدي فسمعت بقى فران طلعها مش أعاف أصوات كده بتاعت الحشرات هي دي لكن مفيش اللي خوفها خوفها اتكلم ازاي ده كلها تخريف في القرية المصرية هناك كلام وإشاعات عن الفرعنة لا تتصوريها لدرجة ان الناس بدأت تصدق الصحراء اللي بيجوا بالمغرب دولي ويقولك هنطلع مقبرة ويدفع مش عارف وياخد فلوس من الناس الغلابة ويضحك عليهم ويقولك ان فيه قصار المكالمات التلفريقية اللي بتجي للناس دي يضحكوا يا محمد تعالى مش عارف ايه مكتة دي اه وتكلميه انت لقوا وناس ضحكوا عليهم كثير جدا الناس واقعوا في الفخ اللي كان يعرف لي يتكلمني اقوله ده نصابين اللي ما يعرف منيش بوقع في الفخ يروح يشتري الاثار يلاقى كلها اثار مقلدة ملايش اساس بالصح اطلاقها بس مازبت موضوع الناس اللي بتقعوا تنقب عن الاثار ويمكن اروح ناس كتير او يراحت في القصة دي او دفت دفت دا الحصر كل شوية نلاقيه بأسرة مش عارفة تهدم عليها البيت وهي بتحاول تخفر تحت البيت علشان معرفش جابت السحر الفلاني او الشيخ العلاني اللي قالها لو خفرت تحت البيت دا حصل كل دا في 2011 و12 لغاية دلوقتي بيحصل لأ بسيط جدا دلوقتي معاش لان دلوقتي عندك فيه امن وامان وفيه سرطة وفيه قصار لكن الناس بتدخل جوع بيتها واحد مقفول عليه اربع حطان بيحفر تحت البيت وانت مش شايفه مش هيلاقي ايه فبتهدي عليه البيت ما بيلاقيش حاجة يعني خلي بالك فكرة ايه اللي انقص المتحف المصري في مدان التحرير ما حصلش يوم 28 يناير تدخلي مدحف ألف واحد واطلع المدحف سليم هل تشد الكلام دا؟ انا لما قلت المدحف سليم الناس قالوا انه مجنون والناس هجبتني قالوا ايه ازاي بقى سليم طلع واحد استاذ اصال الله ارحمه بهدل الدنيا قالك ازاي المدحف السرق يا جماعة ما السرقش السرق من المدحف دا اربعة وخمسين قطعة سبب ايه بقى؟ تلات حاجات الحاجة اللي اقول انا هي كل اللي داخلين وراحوا من 6 اكتوبر داخل المدحف ألف واحد كلهم عن في دماغهم حاجتين دهب عشان يبقى غنية والزبق الأحمر في دماغه هيدور على الممية يفتح حلق الممية هلاقي سائل ياخده السائل ده هو زبق الأحمر هيسخر الجان ويبقى غني وده على فكرة حاجة انا مع عمر مركبت تاكس غير ما سواء التاكس اسألني يا بيه هنلقى الزبق الأحمر ده فينا على أساس ده يحل مشاكل الكل يحل مشاكل الرجل يا أستاذ الزبق الأحمر ده ده نصب ليس له أساس بالصح زمان هو أصلا فيه حاجة اسمها زبق أحمر إطلاقا يعني أصلا ده شيء كالماتيريال ده أصلا مش موجود نفيش حاجة إطلاقا يعني هو الاتحاد السوفيتي لما انهار بدأ يبيع حاجات يوراينوم يعني حاجات دووية بيبيعها للدول العالم الثالثي العراق بيبيعها زي كده